بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله المشتركين جدد نقول لكم مرحبا بكم متابعيني كلكم دمتم اوفية للقناة رح نحضر اليوم مع بعض طاجين زيتون المطلوب بكثرة في الاعراس وفي المناسبات الجزائرية جبته لكم اليوم بطريقة مبسطة ورح نعطيكم جميع الاسرار والخطوات اللي لازم تقوموا بها باش تتحصلوا عليه كيما نتعى الاعراس نحتاجوا فيها كيلو زيتون اخضر نغسله زوج مرات ولا ثلاث مرات بعد ذلك نحطوه في طنجرة ونحطو عليه الماء كيما ركمتو فو ورح نضيفو عليه ملعقة صغيرة خميرة الحلوى ونضيفو عليه كذلك اثنين ملعق اكل كبار فارينة هذو المكوينين وش رح يديروننا في الزيتون رح ينقصلوا للملح يعني يمتص الفارينة رح تمتص الملح والخميرة رح تساعدوا انه يطيب ثم ثم نخلطوا هذو المكونات مع بعض ونخلوه عشر دقائق لتشربوا مليح الملح وكيما قلت لكم الخميرة تدخل في الزيتون بعد ذلك رحوا نحضروا لصوص نحتاجوا فيها ملعقة كبيرة زبدة او مارغارين ونضيفو كذلك ثلاث ملعقة اكل زيت وقطعة من دجاج او لحم وش عندكم حبة بصل متوسطة مع ثلاثة فصوص نرحيهم في الخلاط الكهربائي ونضيفوه ونضيفو عليهم كذلك ثنين ورق الرند وفي البهارات نحتاجوا القليل من الملح ما تكثروش هنا رهي من نصف ملعقة صغيرة ونضيفو كذلك بهارات خاصة بالمرق الأبيض نصف ملعقة صغيرة كذلك ونضيفو نصف ملعقة صغيرة زنجبيل ونضيفو لها كذلك ملعقة صغيرة منتع كصبر وكروية ونصف ملعقة صغيرة كركم ونصف ملعقة صغيرة زعفران ونضيفو كذلك ملعقة صغيرة مطارد ونضيفو لطنجرة على نار خفيفة ونخلوها تتقلى على مهل بالتقريب عشر دقيق وانتم ما خليينها تتقلى على نار خفيفة وتحركوها ساعة لساعة وفي الأخير خلاص سنضيفو لها الماء ماذا بكم يكون ساخن وغطوها وخلوها طيب خلو حتى تشوفوا الدجاج طيب ونرجعو للزيتون اللي كنا خلينا نهترنخ مع الفارينة أو خميرة الحلوة راح نغسله جيدا ونصفوه من الماء اللي كان فيه ونعودو نحطوه في ماء جديد ونضيفو عليه قطعة من الليمون ونحطوه يغلي عشر دقائق ما تكثرولوش عشر دقائق فقط ونرجعو للمارق بعد ما طاب الدجاج راح ننحوه ونصفو المارق هكذا ونضيفوه أو نضيفو عليه الزيتون اللي كان طاب عشر دقائق رجعوه على نار خفيفة مدة انتع خمس دقائق ونطفوه هذا شكله بعد ما طاب شوفو كيف هيعود اللمع انتاعو يعني يحافظ على اللون انتاعو يقعد أصفر بعد ذلك انا راح نرافق معاه رولي محشي بالجوبن تقدروا تستغنو عليه وتقدروا تكمله بهذه المرحلة يعني مرقة الزيتون راح نحاضرة بهذه الطريقة انا راح نزيد نضيف عليها رولي نحتاجوا في هذا الرولي قليل من صدر الدجاج حبة بصل صغيرة اثنين فصوص ثوم وحبة بيض واثنين ملاعق أكل لاشابلوغ ونفس البهارات اللي ضفتوهم في المرق نعودو نضيفوهم في هذا الخليط مع كمون أخضر ونضيفو لهم كذلك ستحبات زيتون أخضر وشوية مع بنوس هذو هما المكوين نرحوهم كامل مع بعض على هذا الشكل ونحتاجوا في هذه المرحلة الورق الأليمنيوم وورق الطهي رح نحط ورق الأليمنيوم هو اللي في الأسفل وفوقو ورق الأطهي ونحطو كمية من الحشو أو الدجاج بتقريب اثنين إلى ثلاث ملاعق أكل ونحاولو ونشكلو مربع بعد ذلك نحتاجوا جبن أنا رح نستعمل شاف بذوق الثوم نقسمه على ثلاثة والصورة رح هي موضحة يعني فقط تبعوا الخطوات ونحطوا للجبن على هذا الشكل نحطوه في الوسط ونلفوا لرولي هكذا ونحاولو نغلقو الجوانب يعني ما تخلووش للجانب مفتوحين لازم تغلقوهم بالحشو ونكملو نلفو البودا هكذا وإذا حبيتو تديروا فيونداشي أو لحم مرحي تقدرو تديروا زج طبقة يعني طبقة دجاج وطبقة ثانية في ورقة أخرى الحمرحي ونبعد نحطوهم فوق بعضاهم ونحطو الجبن في الوسط ونلفو عادي بهذه الطريقة هكذا نزيد نلفوهم بورق الأليمنيو ونحطوهم ونحطوهم في كسكاس يطيبو على البخار مدة الطهي تاحم بين 15 إلى 20 دقيقة بعد ما يطيبو خلوهم يبردوا مليح بعد ذلك نجيبو مقلة نحطو فيها شوية زيت ونحمرو من كل الجهات وبعد ما يتحمروا كذلك زيت وخلوهم يبردوا شوية هكذا الجبن يعود يجمد لأنه كون تقطعهم هما سخونين رح يخرج لكم الجبن لازم تخلوهم يبردوا شوية بعد ذلك تقطعهم هنا بعد ما برد تماما يعني خليتهم بالتقريب 1-2 نصف هكذا خليتهم بردوا مليح بعد ذلك قطعتهم ها هو الشكل القطعة تحتوي على الجبن كما رأيها اما اذا قطعتهم وهو سخون رح يذوب لكم كامل هذه ملاحظة كذلك لازم تحطوها في عين الاعتبار وهذا هو طبق طاجيم الزيتون أعطيته لكم كل أسرار وكيف تحافظوا على لون الزيتون بشي يقعد لكم لامع ومي يكحال ويضع البنة هذيك انتع الملاحة وميجيش مر ولا صامت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم نتمنى نكون فتكم ولو بالقليل ما بقى لغير نقولكم لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وبرتاجوا لتعمل فائدة والسلام عليكم